هو حال القلب كده القلب ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره عشان يكون في الإيمان واختاره يكون في معرفة ربنا واختاره يكون في كل حاجة جميلة القلب ده اللي حصل لما نزلت فيه والعياذ بالله معصية السر كانت نتيجة ان القلب تتعفل الإيمان ما تحملش خرج عارفين أنا لا أعرف شيء يصيب القلب بنزيف نزيف إيماني زي معصية السر عايف لو واحد ضرب حد بسكينة وحد عمل حدثة وعمال ينزف دم هكذا أيضا معصية السر تنزل في القلب تخلي القلب ينزف الإيمان اللي موجود فيه لذا كانت فيه كلمة جميلة أوي بيذكرها العلماء يقولون أجمع العارفون بالله أن أصول أن أصول الانتكاسات من شوفوا اللي جاي دي أصول الانتكاسات جاية منين من ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات بتوصل في النهاية لأن الإنسان ينتكس أيوة ما هو هو شوفوا يعني أقولكم فلسفتها هما جابوا دامنين بيعصى ربنا سبحانه وتعالى بمعصية معينة فلما عصى ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ينامت فرج على حاجة مش كويسة فيعاقب هذا الإنسان أنه يضيع صلاة الفجر وح عليه صلاة الفجر مش عارف يصلي صلاة الفجر بعد ما كان مدوم عليه يقول لي أقسم لك بالله من ساعة ما بتليد بهذه الفتنة وأنا والله العظيم يا شيخ بقى لي أكتر من 18 يوم مش عارف أقوم يصلي الفجر وقال لي على فكرة بظبط منبه وأقوم ووعده على السرير عشان أقول لا أنا هنزل بقى ونام مش قادر أقوم أو أقوم مدغدغ مش عارف أنزل لصلاة الفجر بيضيع علي الفجر أصلا فتكون النتيجة أن يعمل معصية السر فيعاقب في صلاة الفجر راحة صلاة الفجر اللي كانت بتدينا شحنة إيمانية طول اليوم ييجي يقرأ المصحف يجي له شيطان يقول له يا منافق ده أنت منافق أصلا هتعصي ربنا سبحانه وتعالى تقول له تعمل كذا وكذا وكذا تيجي بعد كده تمسيك المصحف بلاش نفاق بقى فيفل المصحف ييجي بعد كده يقول أنا عايز أغد قرار التوبة القلب عنده يأس وإحباط بسبب الذنب اللي وقع فيه فمش قادر يأغد قرار التوبة طب قرارنا يبقى كويس يبقى كويس إزاي وقلبه ضعف عن الطاعة قلبه متكتف قلبه متكتف بسبب معصية مسلسل بسبب معصية فمش قادر يأغد قرار طاعة ولا قادر يأغد قرار أنه يبعد عن الذنب ولا قادر يأغد قرار أنه يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى فكل ده الطاعة نزلت الذنب لا يزال مدوم عليه اليأس اللي أصاب هذا الإنسان يوصل لمرحلة أن بعض الشباب يجي يقول لي بص أتوب لي وأعمل طاعة عليه ما خلاص ما هي خربانة خربانة ما هي خلاص ضيعة ضيعة يقول لي كده اليأس ده خلاها بعد شوية يقول له أنت ملتحي شعب عليك تبقى ملتحي وبتعمل كده احلق لحيتك بقى عشان ما تبقاش نفاق فيحلق الدقن طب الصلاة طب الكلمات اللي كان بيقولها في المسجد معادش بيقول كلمات المسجد لأنه أنا حاسس يا شيخ بنفاق أقول لناس إيه ويفضل بقى كده كل يوم ينزل حاجة ويترك حاجة يترك حاجة نفاجأ بعد ذلك إحنا بنلاقي شخص كده رغم أنه كان متدين بقى شخص مشوى مشوى مش ده البنية قدري من إحنا كنا عارفينه هو إيه الانتكاسة اللي حصلت دي ايه الانتكاسة اللي حصلت دي زوجة بتقول لي زوجة من الزوجات بتقول لي شوف كان هو اللي صحيحنا لقيام الليل هو اللي يقعد معنا يقرأ معنا القرآن وهو اللي كان لا هو خلاص دلوقتي ما عادش بالليل ده ما عادش بيقعد معنا أصلا هو قاعد فقط وقفل على نفسه وإحنا نكونش بيعف بعمل إيه كناش بنعف وبعمل إيه جوه فراح منا قيام الليل وراح منا قراءة القرآن وبعد ما كان هو اللي بيصحينا للفجر ما عادش بيصحينا أصلا بعد كان الأب الأعمال يخف من دقنه بعد كده كل شوية بيتغير بيتغير كل يوم هو احنا شايفين ان بتقول لي مش دا زوجي مش دا البقاء دا منها نعرفه وبعد ما كان زمان لما اتكشف اللي هو بيتكلم بنات وكده فأول مرة كلمته عية طباكة وما عادش عامل كده وساعديني وخدي بأدية مرة في التانية في التالتة في الرابعة قال لها أنا حياتي كده عاجبك تكملي مش عاجبك انت حرة إنسان ما عادش فيه قرآن في حياته ما عادش فيه صلاة إنسان بقت حياته كلها للمعصية انتكس انتكس وإيه السبب في كده هي المعاصة دي هي المعاصة دي معاصة السر والحيات وإيه السبب في الله عشان كده لازم نفهم إن أصول انتكسات هو معقول علشان بكلم بنت أفقد إيماني علشان صورة صورة قادرة أفقد إيماني أسيب الطريق اللي أنا عارف إن هو ده الطريق الوحيد للجنة عشان صورة علشان ما أقطع فيديو عشان ما أقطع فيديو أنت من كتر ما شفت بقيت يعني عايز خلاص بقى أنا أرفت من الحاجات دي بقى يعني أفقد إيماني علشان ده نحوه بالله يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب وسبحان الله من أخطر المشاكل إن الشباب دول أو الناس دي اللي هي أدملت للمعصية دي هي مش شايفة أصلا الأخلة بقى عاملة زي مش شايفة هو لما يقف بين إيدينا ربنا هتبقى الفضيحة عاملة زي